السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم كل المتابعي قناة جزائري في إسبانيا أينما كنتم اليوم رجعت لكم في فيديو جديد قبل ما نبدأ الفيديو نحب نذكركم أنه سبق وأنا تكلمت على موعد فيزا شنغن إسبانيا حقيقة ولقيت العديد من التفاعلات وكان نسبة كبيرة من الناس رسلوني وكانوا جدين ونشكرهم شكر كبير جدا وجدا ولكن كان كذلك فئة كبيرة راهي تمسخرت بي وللأسف ما كانوا شف المستوى ووقفت معاهم وكان وعدكم أنا قلت في بداية الفيديو قلت أنه عندي مفاجأة لكم في نهاية الفيديو وكانت المفاجأة أنه نعرف شخص معين وشخص هذا كذلك نشكره من كل قلبي لأنه وقف معايا وكان معايا راجل وعنده كلمة عنده وكالة سياحية اتصلت به على مواعيد إسبانيا السيد هذا عنده خبرة عنده وكالة سياحية تعتبر من أحسن الوكالات في 48 ولاية في دولة الجزائر وحتى أنه عنده رحلات لا تقتصر إلا عن الوطن العربي مثل تركيا أو مثلا كعقصة تقدير كنقوله تركيا يعني بغض النظر عن مصر وتونس والمغرب لا هذا الإنسان هذا عنده رحلات حتى لأوروبا إلى خارج الدول العربية وحتى تصل حتى إلى أمريكا بها نذكره يعني الحقيقة وقف معايا وقال لي ماشي مشكل ونجيب لك المواعيد ومكان حتى إشكالية نزيد نعاودها ونذكرها بالنسبة للناس اللي كانوا جدين نحب أن نقولهم بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة وبالنسبة للناس اللي استهزاوا وما كانواش في المستوى ونقولهم الله يهديكم ما تتمسخرواش بالناس هذي ماشي أمور تمسخير راح كاين ناس راي تحوس الداوي راح يكاين ناس تحوس تجي تكمل قرائتها راي كاين ناس كاين واحد كاين ناس تجي تحوس تطلب العلم واحد يجي يحوس يكمل يقرى الدكتورة واحد يجي يحوس يكمل يقرى الماجستير وإلى آخره الأسباب تختلف احنا ما دخلناش في الحاجة هذي ولكن لازمكم تشوفوا الجانب الإنساني لازمكم تفتحوا المجال للناس الجدين لخاوتكم ماشي تجي وتتمسخروا بالناس ومنها وتقول لي حكم لي رانديفو وأصبار ومنها واحد يقول لي أصبار عندي مشاكل واحد يقول لي ما زال ما وجدتش الدوسي أصبار ولاش ترسل فيا كي ما وجدتش الدوسي علاش أخويا عكت مسخر بيا الله يهديك والله يهديكم أنا نحب نوصل لكم رسالة الأمور هذي راهي أمور جدية ما فيهاش لعب وكاين لي يقول لك الرانديفو غالي لكم تعرفوا أنا في فترة أن الرانديفو راه ما كانش راه ما كانش راه مستحيل تلقاه الرانديفو الوقت هذا وزيد رقم كي الناس راه يضيع في الوقت أنا لنصحكم نقول لكم ما تضيعوش الوقت لأن اللي يضيع الوقت راه القانون تعالشينغن راه والرايح رايح يصعاب ما نكذبوش على رواحنا سرتو في 2020 وكل شهر وين يفوت وين يزيد يصعب أكثر سواء في جون في أو في فري أو مارس أو أي شهر هذي ديروها في بالكم حاجة واحدة أخرى ثانية نحب نوصل لكم بالنسبة للي يقول لك راه السعر مرتفع السعر مرتفع أنا الوقت نحكي على نفسي ماني شرح نحكي على واحدة آخر أنا الوقت اللي كان الرانديفو يدير 800 ألف في كل ولايات الجزائر أنا بنفسي شريته وبثل ثم لاين شريته بثل ثم لاين والحمد لله وفقني ربي وطلعت أوروبا والحمد لله وإلى آخره ولكن نحب نفهمكم حاجة أن الإنسان لازم يقضي صوالحه البخيل يتعشى مرتين يعني الإنسان البخيل يتعشى مرتين لا يتعشى مرة واحدة يعني يخسر مرتين هنضيروها في بالكم يا خاطئ أنه نضيع الوقت وما هوش في صالحك ذوك الحياة راه يلازمها شوية ريسك لازم الإنسان يغامر شوية يقولش أولو كان يبدأ يقول أنا الرانديفو غالي أنا هذيك أنا هذيك والوقت وني رح يروح يصعب أنا كين الناس رسلوني في واحد الوقت قالوا لي الرانديفو نشره حتى بربعة وخمس ملايين اسمنا اللي فات رسلني واحد قال لي شريته بربعة ملايين وفارح السيد وقال لي الحمد لله وكل قيد ومنه وكذا وكذا أصلا أنتم لازم تستغلوا الفرصة هذه تعرفوا أن إسبانيا راه يتمد في الفيزا الصراحة مكذبوش على رواحنا لازم تستغلوا الحاجة هذه كتقول لنستغلها كيف يعني أنت رك عارف أنه كان رانديفو تعال القنصيرات اسبانيا بيالس راه مبلوكي راه ما كانش معناها لازم تعرف أن مثلا في الاسمان هذه اللي راح تدين فيها انت دومون راح كاين آلاف من الناس راه ما داروش دومون بسبب أن الرانديفو ما كانش يعني انت رك من المجموعة اللي واحد في الألف اللي راح يدفعوا السمانة هذه يعني هنا لازم تستغل الفرصة وعلش هما راح نقص الرانديفو وعلش راح غالي الرانديفو لأنه بالطبع هو صح كان استغلال الظروف وكان جشع ماشي من جماعات الوكالة السياحية لا المشكلة هدا راح من الداخل من القنصيرات نفسها اللي هما يتاجروا ويبيعوا في اللي رانديفو أما أصحاب الوكالة السياحية طبعا عندهم نسبة محدودة أنا منيش ندفع عليهم ولكن هنا راح ي واضح الأمور هنا راح ي بين الأمور الحاجة واحدة خلاثة يديروها في بالكم أن كما يقولوا أنا أنا واحد من الناس وش نقول نقول أنا لا يهمني الرانديفو بش حال أنا يهمني أني نحصل عليه أن نتحصل على الرانديفو في القريب بالعجل بها نقضي سواء الحي وندفع ماذا بي ندفع ليوم قبل الغدوة ماذا بي ندفع ضرق قبل من بعد لأن رايوون تروح ترحت تسعاب يا خابتي دوك الرانديفو من من منزو جملاين ونص حتى ثلاث ملايين ونص حتى الربع ملايين كاي اللي يخدموا فيه بخمسة أنا أعطيتكم أنا بارك لأصوم ولكن تعزو جملاين ونص هذاك هذاك لازم تسننه شهر أو على الأقل تسننه شهر ونص بيجيبهولك ولكن كاين السيد هذا أنا قال لي اللي حوص على الرانديفو قاع قال لي ما كاش مشكل ونديرولو حل ونديرولو راي قلت له أعطيني شحال الوقت قال لي الوقت قال لي كيكون هو جاد وكي يريقل أموره ويريقل حواجه أنا نطه الله فيه بإذن الله نجيبهوله في خمسة أيام أو ماكسيمو سبع أيام يعني سبع نعم أنسوهما المهم أنا ما بقى لي ما رح نقولكم خابتي سواء ما رح نقولكم أن أي إنسان يكون جاد رح نخلي الرابط تعال فيسبوك تعي أسفل الفيديو هذا ويتصل بي يرسلني مباشرة وأنا بإذن الله رح ننسق معاه وإن شاء الله تكون فيها خير الثامن أنا قلت لكم راح يدير ثلاث ملايين وخمسمائة عند السيد هذا قلت لكم راح يتراوح ما بين زوج ملايين حتى الربع ملايين ولكن السيد هذا الشخص هذا راح عنده الرنديو بتلاث ملايين ونص اللي يحب أي إنسان يعني يعول على ربي ويتصل بي ونكون فيرمي معاه المشكلة ما هيش في دراهم صدقوني يا خوتي أنا مذابية كنت نجيبه لكم باطل صدقوني ياه والله مذابية ما يخسر حتى واحد ولكن للأسف الشديد هذه حاجة ما هيش بيديها نعرف أنه كان بزاف ناس راح معادي مش دراهم ولكن للأسف الشديد هذه حاجة ما نقدرش نتحكم فيها لأنا ولا أي ولا حتى السيد هذا صاحب الوكلة السياحية هذه راهي حاجة من الداخل من عندهم من عند جماعة البيالات يعني اللي يدفع أكثر يدي هو من لوائل لازم أنكم تفهموا هكي ما حقا يعني اللي يحوس يجيها الرنديفو في أقرب وقت يدفع أكثر المهم أنا ما أبقى لي غير أن أقولكم ما تنساوش بارتاجي بارتاجي الفيديو هذا بهذه الحق للمكسيمون إن شاء الله الأكبر عدد ممكن وما تنساوش يعني فضلا وليس أمر الرجاء الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لكي يصلكم كل جديد وإنت اللي راك تشوف الفيديو تاعي أول مرة ما تنساش إذا عجبك الفيديو ما تبخلش علي بالإعجاب والاشتراك وتخليلي لي كومونتاغ التحت أسكو سلبي ولا إيجابي ما يهمش المهم خليلي التعليق تاعك بها نعرف رأيك ووجهة النظر تاعك وذو كان نقولكم تهلا وفرواحكم والسلام عليكم